هاي جايز انا احمد النهاردة جايبي في فيديو جديد حابب اتكلم فيه عن الاضاءة الليد اللي هي الالوان اول حاجة وانت بتشتري الاضاءة الليد اللي هي الالوان هتتلاقي معها الرمود وهتتلاقي مكون من 16 لون وتعمل لك كزا حاجة وهتتلاقي كمان لفة شريط ليد مكونة من خمسة متر ومحول ماشي وده السنسور يرقط من الرمود انت عايز لون ايه وكده بس ما فيهوش حاجة فيه ممكن الميزة اللي هو هي خمسة متر بس انت ممكن مثلا تفصل مثلا هنا واحد انشي مثلا ممكن تفصلها من عند اللي هي من عند العلامة هنا او اي علامة تانية من اللي هي زي دي تقدر تفصلها وتركب واحدة تانية اللي هي عندك مثلا ثلاثة متر واثنين متر كل واحدة من الفاصلين اسم محتاج تشتري الجزء ده وفيه بديل ليها عبارة عن اللي هي لمبة الوحدها بعد عبارة زي دي كده هي على الفكرة لو انت روحت لأي محل وسألته مثلا محل بيبيع اللي اتنين فهو هيقولك اللي احسن تجيب اللمبة احسن ما تجيب شرط الليد بس الموضوع صحة في حاجات قوي خطأ في بعض الحاجات يعني هو مش مزبوط 100% هو بحسب استخدامك بس انت مثلا لو هتنور قوضة او هتنور مكان معين يعني مكان واسع وكده فاللي احسن اللمبة طبعا اما لو هتنور مكان مثلا طويل او حاجة يعني مثلا ايه لو اه طرابية زى مثلا هتجيبها من اولها الاخيرة فشروط الليد عشان اللفة وكده فشروط الليد هيبقى افضل بكتير وحاجة مهم جدا عشان تخلي شروط الليد يطلع جودة عالية دايما تخلي الاضاءة تاكس على مثلا الحيطة والحاجة ما تخليهش اللي هي مثلا ايه انت واقف فالاضاءة ضربة في ويشة لا لازم تاكس على الحاجة فما تاكس على الحاجة الاضاءة هتبين احسن وافضل وكمان لو انت افلت مثلا الانوار اللي موجودة حوالي المكان اضاءة الليد هتبقى افضل مليون مرة بالنسبة اللي هي اللامبة العادية هي ممكن تكون الخيارات فيها اقلب كتير عبارة عن ستة الوان صفر وبيض واخضر وحمر وزرق فالستة الوان دي اما بالنسبة ليه شروط الليد فهو فيه الوان اكتر عبارة عن ستاشر لون اللي هي الالوان دي ستاشر لون بس في نقطة ما اعجبتنيش في الشروط الليد اللي هو مش كل لامبة منفردة بحالها يعني هم مثلا ثلاث لون اد التلاث لون اد مش كلهم مثلا ايه لو انا عايز اخضر فكلهم ينور اخضر لا فالثلاث لون اد الجزء الليد ده بيبقى عبارة عن واحدة خضرة واحدة زرقه واحدة ايه اللون اد احمر فبعديها الستاشر لون بيعمل زي يعمل ميكس بينهم او يخلطهم مع بعض فيطلع اللون ده فعمرا ما هتعرف تشوف اللون ده او هيبقى باين قدامك اللون ده الا ما يعكس على الحيطة وهو اصلا عمرا ما الليد جبان روعته الا ما يعكس على الحيطة اصلا او يعكس على اي حاجة فده خلى الاضاءة تكون اضعف بكتير فبالنسبة لو انت عايز لون محدد مثلا من ستة الوان اللي الوحيدة هدا اللي احسن تجيب اللمبة من حيث لو ايه هتديلك عشر ليدات ولا حاجة فاضاءاتها هتبقى احسن من لو اشترات الشريط ده الشريط ده لو انت مثلا هتغطي مثلا حاجة فيها لفات وحاجات زي مثلا مكتب ولا حاجة ده هيبقى فيها احسن لو جدت تشوفها هتتلاقى الموضوع يعني متقارب يعني اللمبة بعشرين جنيه اما شريط الليد بمية خمسة وعشرين كنت جايبه بالشحنة والجمارك المتقربين في الساعة لو انت عايز لون واحد ومسلا هدفك حاجة معينة حاجة بسيطة فاللمبة احسن من لون مرة اما لو انت عايز هتستخدمها في كازا حاجة هتغير فيها الوانها عايز الامكانيات الكتيرة اللي هتديلك بها الرمود فاللي احسن تروح في شريط الليد رجي بي احلى حاجة فيها اللي هي بتديلك زي حيوية للفيديو او مثلا لو عندك متة والحاجة تديله حيوية وشكل جيد بقى في الاختبارات الرمود بيديله مثلا هنا مثلا اه مقفول ينشغلوا مثلا عايز مثلا اخضر احمر ازرق في كازا حاجة هو اللون بيظهر اكتر اما ايه بيبقى في الحيطة يعني هو الوقت على قبتي أفين jeweين احسن سسل compuls اه بيض بيض ده حاجات داي بس يعني مش يعني مش دماغي الاول دة دي اه في الزررين دولة بس مش عارب بتوعي المادا فده شروط الليد هنجيبنا اختبر اللمبة الوقتي فدي مثلا الزرقة وبرضو في نقطة مهم انا حطت بس ورق الزبدة عشان يقلل شوية الشادو يخلي الاضاء شوية مهيش حد قوي المهم ورق الزبدة اه قصدي ورق الزبدة اللازل double face ممكن برضو ملميزات شروط الليد اما لو انت مثلا الرمود مهيش في دماغك وكل هتشغله على لون واحد بس ومش عايز تجرب اي لون تاني فهات واحدة من دي وخلاص او حتى هات واحد ليد من اللي هو السابت فيه الوان ليد سابتة برضو هيبقى احسن وده الاحمر مش عارفت حاس الاحمر دقت اعلى شوية من زرق واللمبة دي احسن شوية ده البينك لو لاحظت وتتلاقي الاضاءة في اللمبة اللي هي الوحدة افضل بالتير من الشروط الليد كل الفكرة اللي هي بدلا ما هي واحدة ليد وده اللي اخضر بدلا ما هي واحدة ليد فيه شريط اتناشر واحدة او حاجة مع بعض فاكيد طبعا هيبقى ده افضل الواحدة بحوالي 20 جنيه ارخص شوية من حيث لو انت هتجيب لمبة او اتنين اما لو انت هتجيب مثلا لما 6 لوند او حاجة او عدد كبير فشريط الليد ارخص بكتير يعني ندوها 16 لون لو هاجيبهم باللوند العادية دي هتبقى افضل بكتير بس في نقطة مهمة وهي اللوند العادية ما فيهاش المرونة اللي بتدهلك السلك او امكانية اللي انت تغير في الالوان وعلى فكرة افهمين ده اللوند من ديت عبارة عن اللي انت بتقدر برضو مع هرمود وتقدر تستحكم بالالوان يعتبر اغلى شوية من شريط الليد بس برضو كل حاجة اللي هستخدمها وفي الاخر لو عجبك الفيديو لا تنساش تعمل لي لايك اشتاك في القناة وشغل الجائس عشان ما يفتكش اي فيديو في فيديوهات كتير هعملها مراجعات وشاجات كتيره والمنتجات دي لو عجبتها كل حاجة ستجد رابط شرائها موجود في الديسكريبشن والسلام